انتهت الانتخابات الأمريكية ولكن لم تنتهي بعد المعركة الانتخابية بين كل من رئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن ترامب أعلن فوزه مبكرا ولكن عملية فرز الأصوات مستمرة في بعض الولايات الهام بل أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن بايدن في طريقه إلى البيت الأبيض فهل تتحول معركة الانتخابية إلى معركة قضائية تكرس الانقسام في المجتمع الأمريكي؟ هل يستطيع الرئيس المقبل توحيد بلد منقسم استفحلت فيه العنصرية ويعاني فيه الاقتصاد؟ أما أن التنقذات بين المسكرين ستمزق الولايات المتحدة وتنهي ما يعرف بالقرن الأمريكي؟ ترامب أم بايدن إلى أين سيؤدي الانقسام السياسي بالولايات المتحدة؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجنا الحواري بتوقيت برلين ويسعدني أن أرحب بضيوف الكرام في الستوديو معنا الدكتورة أمال ديب الصحفية والباحث الأكاديمية والدكتور ناجح العبيدي الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية ومن بون ينضم إلينا دكتور عارف حجاج الخبير في الشؤون السياسية أهلا وسهلا بكم جميعا دكتور ناجح أبدأ معك هذه الأرقام النتيجة طبعا لم تظهر بعد النهائية ولكن الأرقام التي حققها كل من بايدن وترامب وهذه الأصوات لم تتنبأ بها ولم تتوقعها مراكز الاستطناعات والأبحاث ووقعت في نفس الخطأ الذي حلث قبل أربعة سنوات ما تفسيرك لذلك؟ بالفعل مراكز الاستطلاع الرأي وكذلك وسائل الإعلام أخطأت مرة أخرى وهامش الخطأ كبير جدا قبل يوم من الانتخابات توقعوا بأنه بايدن سيتقدم بنسبة تزيد عن ثمان نقاط مئوية بالمقارنة مع ترامب وفي تقدير هذا الخطأ الفاحش يعود لسببين أما مراكز الاستطلاع استطلاع الآراء متحيزة هي لديها مسبقا هي لديها موقف مضاد لترامب أو أن مؤيد ترامب يترددون في الكشف عن تأييدهم ولكني أنا أميل إلى السبب الأول أعتقد هناك وجهة نظر معارضة لترامب يعني كما نعرف أنه هناك كر متبادل بين ترامب والإعلام منذ ترشيحه في الفترة الأولى يعني إحنا كما نعرف عندما ترشح كمرشح للحزب الديمقراطي أخطأت كل كان يسخرون منه وعندما فاز بترشيح الحزب الجمهوري أيضا كانت كل الآراء تقول بأن حضظه صفر وطبعا هذه المشكلة بالحقيقة أيضا تعتبر عامل إضافي للتشكيك بالنتائج وهذا ما نراه حاليا في الوقت الحاضر هناك جدل كبير إضافة إلى التقارب الشديد في النتائج بين بايدن وترامب رغم أنه بايدن يبدو متفوق نوعا ما وهو في طريقه لإحراز النصر ولكن في كثير من الولايات الفارق ضئيل جدا وهذا يفسح المجال للطعن القانوني في هذه النتائج نعم سنارة بالتأكيد يعني ترامب بدأ بالفعل في هذه التحركات القضائية هل توقعتي أيضا أن تكون المنافسة بهذا الشكل والفارق ضئيل كما قال الدكتور ناجح أم كنت تتوقعين فوزا سريعا وحاسما لأحد المرشحين يعني لا أظن أن أحدا كان يتوقع فوزا صاحقا أو سريعا حتى استطلاعات الرأي ودراسات حول رأي الشعب الأمريكي أو مزاج الشعب الأمريكي لم تفصل بشكل قاطع فوزا ساحقا لأي من المرشحين على الثاني يعني كما ذكر دكتور ناجح يعني كان هناك فرق ثماني نقاط وهو ليس بالهامش الكبير إذا ما نظرنا إلى ما يمثله ترامب وشيطنت ترامب في الإعلام خلال هذه الأربع سنوات يعني كنا ربما نتوقع أن ربما يعني الشعب الأمريكي يثور على هذا الرئيس عن طريق صندوق الاقتراع وأن تكون النتيجة حاسمة بشكل كبير لصالح بايدن وهذا ما لم نرهو يعني حتى لو نعم هذه مفردنا تماما وحتى لو يعني فاز بايدن في نهاية المطاف لا يزال ترامب يتمتع بشعبية كبيرة عكس ما كان يعني العالم يتوقع وعكس ما كانت مراكز دراسات تتوقع هي توقعت أن تنخفض شعبية ترامب ولكن الدراسات تقول شيء ويبدو أن مزاج الشارع في مكان آخر ولذلك عندت أسباب ربما سنخوضها يعني سنخوض في سياق العديد وهذه الأرقام تؤكد أن الشارع فعلا منقسم في الولايات المتحدة وستكون مهمة الرئيس القادم صعبة للغاية أتواجه إليك دكتور عارف يعني كيف يتابع المسؤولون وأساسا هنا في ألمانيا هذه المعركة الانتخابية المثيرة في الولايات المتحدة يعني هل من تصريحات لافتة توقفت عندها؟ في الواقع عليهم أن يتابعوا هذه الأحداث وهم يقومون بذلك فعلا باهتمام بالغ ولكن يجب أن تسري على هذا الاهتمام القواعد الدبلوماسية والرسمية السائدة بلا شك ليس هناك مسؤول في الحكومة الاتحادية وفي البرلمان الاتحادي ما عدا حزب البديل من أجل ألمانيا ليس هناك مسؤول يرجح كفة أو يتمنى أو يتوقع أو يأمل بأن يفوز ترامب للمرة الثانية ولكن هناك كما قلت موانع دبلوماسية وبالتالي فقد كان هناك بعض اعتراض لا على كون ترامب سوف يحصل ربما على نتائج طيبة في هذه الانتخابات وإنما كان هناك تحفظ واضح محق وهو فيما يتعلق باعتراضات ترامب على مسيرة الانتخابات كزعمه مثلا بأنه قد فازب الانتخابات استمعنا من نائب المستشارة تصريحات بهذا الصدد بأنه من الضروري أن يلتزم المسؤولين أو المرشحان الحذر وأن لا يقوم باتخاذ موقف ليس بالصحيح أو ليس بدعوما بالحقائق وكذلك وزير الخارجية ماس ظهرت له تصريحات تنم عن قلقه من مواقف ترامب دون أن يعلن ذلك رسميا باعتقادي عندما يتم البت بشكل نهائي في هذا الموضوع سوف يعرف الألمان في اعتقادي المسؤولون منهم وخاصة الرأي العام عن بهجتهم من النتيجة في حالة فوز بايدن بالانتخابات ولكن هذه كانت فعلا هناك انتقادات صريحة أيضا بعض المسؤولين لإعلان ترامب فوزه المبكر ولكن أليس من حق ترامب أن يستخدم الأدوات الديمقراطية في الولايات المتحدة وهي لجوء للقضاء للطعن في الانتخابات أليست هذه أداء من أدوات الديمقراطية الأمريكية يعني لماذا يوجه له اللقد برأيك في اعتقادي ليس هناك مجال للدخول الآن في جدل قضائي طالما أن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية في الولايات المتحدة أقرت بأن الانتخابات تسير على مصر طبيعي مشروع حسب القوانين وحسب ما هو سائد في الولايات المتحدة الأمريكية وأريد أن أخص بالذكر مؤسسة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي كانت منتهشة جدا من التصريحات التي أبداها الرئيس ترامب فيما يتعلق بأن هناك تلاعب في فرز الأصوات إلى آخره أقول لك مرة أخرى أستاذ بازل من حق أي ديمقراطي أو أي جمهوري أن يلجأ إلى القضاء ولكن حتى الآن ليست هناك أدلة تعطيه مجالا لكي يقوم بذلك وفي اعتقادي أنه سوف يلجأ بشكل آخر فيما لو ثبت بأن بايدن قد نجح في الانتخابات فهو أي ترامب سوف يلجأ إلى الانتخابات ولكنه سيفشل مؤكدا لأنه لا يملك الأدلة التي تعطيه الحق في اتخاذ مثل هذا القرار نعم ولكن يبدو أن هناك انتقادات للنظام الانتخاب الأمريكي دكتور ناجح والبعض يقول أن تعقيدات هذا النظام هي التي قد تكون دفعت رئيس ترامب لخروج وألقاء خطاب الغريب والمدعين أنه الفائز في الانتخابات دعونا نستمع إلى ما قاله ترامب وكيف رد عليه منافسه بايدن نريد أن يطبق القانون بطريقة سليمة لذلك سنتوجه إلى المحكمة العليا نريد أن يتوقف فرز الأصوات لا نريدهم أن يعثروا على صناديق اقتراع في الساعة الرابعة صباحا ويضيفوها إلى القوائم إنها لحظة محزنة للغاية لحظة محزنة بالنسبة لي ونحن سنفوز ومن جهتي أنا نحن فوزنا بالفعل لا يعود الأمر لي ولا لدونالد ترامب في إعلان الفائز بهذه الانتخابات القرار بيد الشعب الأمريكي لكنه متفائل بشأن النتيجة يعني دكتور ناجح رئيس ترامب يبدي مخاوف بسبب الإقبال الكبير على عملية التصويت بالبريد وعملية فرز الأصوات مستمرة لأيام يعني هل هو محق في مخاوفه من أن هناك بعض التلاعب ممكن أن يحدث هل سبق أن حدث ذلك في الانتخابات الأمريكية يعني أولا طبعا إعلان الفوز كان هذا انتهاك خطير للأعراف والتقاليد السياسية الموجودة في أمريكا أي رئيس يجب أن ينتظر أو أي مرشح حتى أعلان نتائج النهائية لكي يعلن فوزه ولكن طبعا من الواضح أنه هذه الانتخابات الاستثنائية أولا من حيث الإقبال لم تشهد أي انتخابات أمريكية مثل نسبة المشاركة هذه ومن ناحية أخرى هناك تأخر وتلك كبير ملفت للنظر في فرز الأصوات حتى الآن لم تنجح كثير من الولايات في الانتهاء من فرز الأصوات وهذه فضيحة بحد ذاتها كيف يمكن أن يحدث هذا في بلد مثل الولايات المتحدة وأيضا يعني حتى الآن اليوم إحنا اليوم الثاني يعني حتى الانتخاب عبر البريد اللي ممكن تصل بعد ثلاثة أيام ممكن أن تأخذ بنظر الاعتبار ويمكن أن تفرض هذا بموجب القوانين الساعدة في هذه الولايات هذا لا غبار عليه ولكن هذه المسألة أيضا تثير الاستغراب يعني في ألمانيا أي صوت يأتي بالبريد بعد يوم الانتخاب لا يتم أخذه بنظر الاعتبار يعني هنا أيضا هناك فرصة موجودة يعني طبعا ليست في جميع البلدان موجودة فرصة التصويت عبر البريد في ألمانيا موجودة ولكن هناك نص بأنه على الناخب أن يرسل بطاقة الانتخاب والاستمارة قبل ثلاثة أيام من الانتخابات حتى تصل في وقت مناسب هناك التهمات هذا يفسح المجال ربما ترامب سيحاول أن يذهب إلى المحكمة العليا ويقول هذا القوانين السائدة غير تتناقض مع الدستور ولكن سريعا أعود إلى الدكتور عارف قبل أن ننتقل إلى الأمل يعني هناك اتهمات لرئيس ترامب حاول في الفترة السابقة للانتخابات تعطيل مهمة البريد الأمريكي لحد ما حتى وصعب من مهمة وصول الأصوات بالبريد في التوقيت المناسب ما رأيك أنت في هذه الاتهمات هذا انتهاك صريح واضح كما قال زميلي وهذا انتهاك غير مسبوق وبالتالي فقد أثبت بأنه أي ترامب أثبت بأنه لا يتعاطى مع المبادئ الديمقراطية بالشكل المطلوب في اعتقادي أن المشكلة الأساسية وقد تعرضتم لها قبل قليل هي طبيعة الانتخابات أو قانون الانتخابات الأمريكي المبني على الأغلبية أعتقد أن هذا في حاجة إلى إصلاح وأنا أعرف بأن المسألة لن تكون سهلة لأن هذا سوف يتطلب تعديل الدستور وتعديل الدستور من الكونغرس يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء ولكن يجب أن يتم ذلك نحن نعرف من الآن بأن بايدن لم تنتهي الانتخابات حتى الآن ولكنه حقق تفوقا في عدد الذين انتخبوه بما يزيد عن ثلاثة ملايين وهذا ما كان قبل أربع سنوات في حالة هيلاري كليلتن في اعتقادي يجب أن يلجأ الأمريكيين أخيرا إلى تصليح إلى تعديل هذا الدستور الذي يشكل شرخا في مسألة الديمقراطية وفي موضوع الحق في المساواة بين سائر الناخرية هل يمكن أن يحدث ذلك في عهد رئيس ديمقراطي بايدن أمل أن يتم تعديل مثل هذا النظام الانتخابي الغير عادل في الولايات المتحدة؟ تعديل النظم الانتخابية ليس في يد رئيس البلاد فقط هناك هيئات برلمانية في الكونغرس الأمريكي وهناك جهات مخولة أن تبت في هذه الأمور كل هذه الأمور تتعلق بمن سيسيطر على الكونغرس الأمريكي والتي أيضا تجري انتخابات الكونغرس بالتوازي مع انتخابات رئيس البلاد إلى الآن نجد أن الجمهوريين سيطروا لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ حافظوا على هذه الأغلبية في مجلس الشيوخ فيما الديمقراطيون حافظوا على نسبة النواب في الكونغرس الأمريكي وبطبيعة الحال سيطرت مثلا إذا فاز بايدن وسيطر الجمهوريون على الكونغرس فهذا سيعرقل سير الأمور في البلاد ومنها ربما أي تعديلات دستورية ممكن أن تخصر حتى لو سيطر حزب على كل المجلسين وكان هو الرئيس يعني الرئيس من هذا الحزب بغض النظر التي كان ديما لن يتم تعديل هذا القانون الانتخابي لماذا؟ يعني أمريكا فخورة بهذا القانون هذا قانون عمره أكثر من مئتي سنة وهو أثبت جدوى طبعا يبدون أنه يعني كيف يمكن أن شخص أو مرشح يفوز بالأغلبية بأغلبية الأصوات على المستوى الوطني ولا يصبح رئيس بالنسبة للأمريكان هذه ليست قضية هامة لماذا؟ لأنه الولايات المتحدة هي دولة فدرالية تتألف أكثر من خمسين ولاية وهناك ولايات كبيرة جدا مثل على سبيل كاليفورنيا أو فلوريدا وطبعا فيها نسبة سكان جدا عالية وهناك الكثير من الولايات الصغيرة وبالتالي الولايات الصغيرة تخاف أن تضغى عليها الولايات الكبيرة وهذه موجودة في مختلف البلدان يعني إحنا وأيضا هناك نضاء يعني أكيد هو في أمريكا هناك في جدل أيضا موجود حول هذا القانون ولكن لن تكون هناك أي أغلبية تسمح بتعديله دكتور في عام 2000 شهدنا ما حدث بين آل جور وبوش الإبن والمحكمة الأولية تدخلت وأوقفت الفارز تدخلت لحسب نتيجة فلوريدا وليس لهذا الموضوع حتى كلينتون عندما خسرت وشعرت بمرارة كبيرة أمام ترامب لم تطرح هذا الموضوع لم تقل أنه أنا فزت بنسبة أعلى من الأصوات والمفروض أنا أكون الرئيسة يعني في تقديري الأغلبية الساحقة في الولايات المتحدة مجمعة على أن هذا القانون هو الصالح للبلاد وكما قلت يعني هناك أنظمة ديمقراطية وأنظمة انتخابية متعددة في العالم نحن لدينا ميركل تحكمنا منذ 14 سنة لم تنتخبها لأغلبية الشعاب ولم تعرض نفسها لانتخاب لأنه أنا لا أشكك في شرعية ميركل ميركل يختلف لأنه نيابي بالتأكيد ولكن هناك الأمريكان يعني بعض الأمريكان لهم ملاحظات على النظام الانتخابي في ألمانيا ولكن يتم البت بسير العملية الانتخابية وتوحيد النظم الانتخابية ليس ماهية أو جوهر النظام الانتخابي ولكن تفاصيل سير العملية الانتخابية لأننا نحن نعرف أن كل ولاية قوانينها فيما خاص فرز الأصوات البدء بفرز الأصوات يعني حتى الأصوات التي تم قبورها عبر البريد أو إرسالها عبر البريد لكل ولاية الحق في تحديد متى يتم البدء بفرز هذه الأصوات وربما هذا ما يحتاج إلى إعادة النظر فيه بناء على هذه الانتخابات نعم معك حق أمل لكن دعونا ننتقي نقطة أخرى وهي تصريح رئيس ترامب وما تسبب في شحن الأجواء أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية وهي مشهونة أصلا وتزداد سخونة بسبب طعن ترامب في الانتخابات نتابع هذه الصور لأنه كما رأينا في ليلة الانتخابات تجمع متظاهرون بقرب من البيت الأبيض وكانت جمعات حقوقية مدنية مختلفة بينها حركة حياة السود مهمة دعت إلى احتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد في حال لم يعترف ترامب بنتيجة الانتخابات وبالتالي نحن هنا أمام تصعيد خطير وربما نشهد وشهدنا بالفعل أمل مظاهرات في نيويورك وفلاديلفيا وشيكاغو وعمال عنف في بورتلاند وديترويد فسؤالي لك هل تتوقعين تصعيدا وصدمات حقيقية في الشارع الأمريكي غير مسبوقة بعد أي انتخابات أمريكية؟ الحقيقة الوضع مقلق وهذا ما عبر عنه يعني العديد أيضا من مسؤولين أوروبيين أيضا وحول العالم أن هناك خوف من أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى تصاعد في أعمال العنف أو صدمات في الشارع الداخل الأمريكي أيضا خائف من ذلك رأينا متاجر نيويورك كيف حصنت واجهاتها خوفا من أي أعمال عنف ورأينا من بين أنصار ترامب من ذهبوا إلى أماكن الاقتراع إلى مراكز الاقتراع وحاولوا أيضا الضغط على بعض المراكز التي لم تصدر نتائجها بعد حاولوا الضغط عليها تنظيم مظاهرات أمامها وإلى ما ذلك ولحظنا أيضا في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة شراء الأسلحة في الولايات المتحدة يعني هناك أحد الخبراء تحدث عن تسع مليون قطعة سلاح تم بايعها في الآوينة الأخيرة وهذا رقم كبير يعني ونحن نعرف أيضا قوانين الأسلحة في الولايات المتحدة وكل هذا إذن السؤال برأيي ليس إن كان هناك ستحصل أعمال عنف لأن هذا وارد السؤال هو كيف سيتم التعامل مع هذه الأعمال وهذه هي مهمة الرئيس الجديد أن يضمن الأمان والأمن في البلاد وأن يوحد الأمريكيين نرى هذا في خطاب بايدن هو ركز جدا على أهمية كونه أو إنفاز أنه سيكون رئيس لكل الأمريكيين لم نرى ذلك للأسف من جهة ترامب هو لا يزال يصر على شخصنة الموضوع فالسؤال هو كيف سيتعامل الرئيس المقبل مع هذه المسائل نعم وهناك بالفعل انقسام واضح في الشارع الأمريكي ونذرا مشاهدت الانتخابات الأمريكية استقطابا كما في هذه الانتخابات لنستمع إلى أراء بعض الناخبين الأمريكيين أنا هنا لدعم رئيسنا أعتقد أنه قام بعمل جيد رغم الوباء رغم كل شيء قام بعمل رائع أنا قلقة جدا على أمريكا أحب ديمقراطيتنا أحب أمريكا أريد فقط شخصا يعتني بأمريكا وبديمقراطيتنا هذا مهم جدا بنسبة لي لم يفعل ترامب شيئا من أجلنا أعتقد أن بايدن سيتعامل مع المشاكل بشكل أفضل من ترامب لقد صوتت لأعظم رئيس في التاريخ دونالد ترامب دكتور عارف حجاجي إذا ما افترضنا فوز أريد أن أقولها قبل ذلك وهو أن هناك خلط في الموضوع سمعت بأن بإشارة إلى المستشارة أو إلى كيفية انتخاب المستشار ليس هناك مجال للمناقشة مع النظام الأمريكي لأنه في الانتخابات الألمانية الحزب الذي يفوز بالانتخابات من حقها أن يشكل حكومة وحده أو من خلال تشكيل اتلاف وهذا الاتلاف يتم انتخابه يتم انتخاب المستشارة من قبل البرلمان الانتحادي مشكلة نظام الانتخابات في الولايات المتحدة يختلف تماما أولا صحيح أن النظام الفيدرالي هو أكثر ثباتا وقوة منه في ألمانيا أو سويسرا أو أي دولة أخرى فيدرالية فكل ولاية تتمتع بمجلس الشيوخ بنفس عدد الأصوات هذا شيء صحيح ولكن المشكلة في نظام الانتخابات المبنئة الأغلبية أنه عندما يكون مرشحان في ولاية ما ينال أحدهما 49% من الأصوات والآخر ينال 51% الأصوات تسقط كل أصوات الأقلية مع أنها 49% وهذا الموضوع ويتطلب فعلا إصلاحا وأنا لا أتفق مع الوجه بأن هذا غير مقبول باعتبارها أنه حق تاريخي وشيء مجيد أعتقد أن هناك نقاش حاد وفي اعتقادي أنه سيتم البت فيه قريبا أو نحيدا ولكن لم أفهم سؤالك الأعلى هناك جدل فعلا داخل الولايات المتحدة سنرى إذا كانت ذلك يعني يمكن تغييره بسهولة أعتقد سيستغرق المزيد من الوقت ولكن أعود إلى بايدن والمؤشرات تقول أنه في طريق إلى بيت الأبيض وذكرت أمل منذ قليل أنه ربما يقع على عاتقه الآن تقع على عاتقه مهمة ثقيلة وهي توحيد صفوف الأمريكيين مرة أخرى فهل هو قادر على ذلك؟ هذا هو سؤالي دكتور عارف حجاج نعم أنا في اعتقادي أن المهمة التي تقع على عاتقه هي مهمة صعبة للغاية خاصة أن هناك الشرخ والقسام قائم في الولايات المتحدة منذ عقود طويلة وربما منذ قرنين ولكن يريد أن أقول أن ترامب وسياسته أدت إلى تصعيد وتكريس هذا الانقسام ومن هنا سوف تكون مهمة بايدن لو افترضنا بأنه سيفوز بالانتخابات والمؤشرات تقول ذلك في اعتقادي أعتقد أن مهمته سوف تكون صعبة ولكن من الضروري أنه يقول عندما أفوز بالانتخابات فأنا لن أكون رئيسا ديمقراطية بمفهوم تابع للحزب الديمقراطي سوف أكون رئيسا لكل الأمريكيين هذه الجملة لم نسمعها في أربع سنوات من ترامب أبدا كان يمثل فصائل معينة شرائح معينة في المجتمع الألماني وكنا نشعر بشكل غير مباشر بأنه ينظر نظرة سلبية إلى الأقليات العرقية مثل السود وخاصة مثل الذين ينحدرون من أمريكا اللاتينية بوصفهم بأنهم قتلوا بأنهم مغتصبين إلى آخره في اعتقادي مهمة بايدن سوف تكون صعبة ولكنه الرجل الأجدر في تحقيق هذا التحول نحو يعني الحد من هذا الانقساب القائم في الولايات المتحدة هل دكتور ناجح هل بايدن ماذا سيفعله بايدن شكل مختلف على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة يعني أولا طبعا يجب أن يفوز يعني البعض يفوز وليست لدي كاريزم وأنه كبير في السن وما إلى ذلك يعني كما قلت حتى الآن هو يعني الأوفر حظا في أنه يحصل على 270 صعود في المجمع الانتخابي ولكن حتى لو حصل على ذلك للأسف وفي تقديري لن تنتهي المعركة كما ذكرناها في البداية يعني هناك الآن ستتوجه نحوها معركة قضائية وهذه المعركة ستكون معركة قذرة معركة لا يعني لن يربح فيها أحد يعني لا استمر إلى ما لا نهي لأن هناك تواريخ محددة وفقا للقوانين الأمريكي يعني في تقديري الوضع استثنائي الآن يعني يجب من يبدو لي مؤكد بأنه ترامب سيتوجه وسيطعن في نتائج كثير من الولايات يعني ربما أربع خمس ولايات سوف يطعن بها وربما المحكمة ستأمر بعادة فرز الأصوات وهذا حصل في ألفين في ألفين يعني في المعركة بين ألغور وجورج دوبليو بوش العبن يعني وأيضا المحكمة أقرت بعادة فرز الأصوات وألغور لم يكن قابلا وأراد أن يعاد مرة أخرى هذا السيناريو مطروح الآن ولكن بالعودة إلى سؤالك يعني أيضا يعني المرشح المنافس ربما يفوز بايدن ويقبل ترامب في حركة مفاجئة للجميع هذا هو الحل الأفضل هذا الحل الأفضل للولايات المتحدة ولكن بايدن أيضا هو رجل كبير في السن عمره 78 سنة ويعني كان واضح يعني خلال الحملة الانتخابية بأنه يعني تركيزه وقدرته والياقة البدنية ليست على ما يرام يعني وفي تقديري هذا سيؤثر على أداء حكومته خلال إذا تم تنصيبه خلال السنوات الأربع القادمة ولكن ما هي أهم الملفات في تقديرك أنت داخليا التي يجب أن يبدأ بها رئيس منتخب يسمى بايدن إذا ما فازل هذه الانتخابات على الصعيد الداخلي هناك عدة ملفات بطبيعة الحال يجب أن تبت بها إدارة بايدن في حال فاز بايدن هناك قضايا جوهرية في المجتمع الأمريكي تحتاج إلى أن تعالج مشكلة العنصرية المنهجية مشكلة عنف الشرطة يعني رأينا في الآوين الأخيرة كيف ظهرت إلى العلن ظهرت إلى العلن المشاكل الجوهرية التي يعاني منها المجتمع الأمريكي وهي جذورها منذ زمن بعيد ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت أكثر أكرر المشكلة العنصرية عنف الشرطة مشاكل اقتصادية تعامل مع جائحة كورونا وتبعات هذه الجائحة على أمريكا وأيضا في الداخل الأمريكي يعني مسألة البطالة ومسألة الصحة أي النظام الصحية وهذه أيضا كانت إحدى نقاط الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين موضوع أوباما كير على سبيل المثال إذن هناك مشاكل داخلية يجب أن تركز عليها الإدارة المقبلة إلى جانب المشاكل الخارجية التي تعنى بالسياسة الخارجية والتي لا تشكل فاصل في اختيار الناخبين الأمريكيين لهذا المرشح أو ذاك مسائل السياسة الخارجية هي فقط ثانوية بالنسبة للناخبين الأمريكيين أهمهم الأساسي هو الاقتصاد والوظائف وهذا ما حاول ترامب أن يلعب عليه وهذا ما جاءت جائحة كورونا وربما لعبت ضده في هذا المجال وهذا ما أفضل إلى هذه النتيجة ربما التي نراها اليوم هل تعتقد ذلك دكتور ناجح أن جائحة كورونا واسلوب إداراته لأزمة كورونا أو عدم إداراته لأزمة هو الذي أدى إلى تراجع أو تراجع فرصه للفرص في تقديري هناك جانبان فيما يخص كورونا أولا طريقة تعاملة إضافة أنه الولايات المتحدة هي بشكل واضح هي الأشد تضرورا من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات هذه حقيقة وهناك انتقادات كبيرة لأسلوب ترامب في التعامل مع هذا الملف ولكن القضية الأخطر هي تأثيرة على الاقتصاد يعني لو جرت الانتخابات في مارس من هذا العام يعني قبل سبع تشهر لكانت النتيجة تختلف لكان يعني وفقا للنتائج الحالية لكان ترامب فاز بشكل مريح ولكن الآن يعني نتيجة للانكماش الغير المسبوق في الاقتصاد الأمريكي لسبب جائحة كورونا نتيجة لعمليات الإغلاق يعني كلها يعني الملف الاقتصادي كان هو الملف الذي يفتخر به ترامب يعني في مجالات كثيرة في التوظيف يعني كانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة في علاقتها في النتائج الإيجابية التي حصلها في إقامة اتفاقيات تجارة جديدة مع المكسيك مع كندا الاتفاقيات أيضا مع الصين التي أجبرها على تقديم تنازلات كبيرة وغيرها من الجوانب أيضا الزيادة الكبيرة يعني في زمن ترامب وهذه لكن بدأت أيضا في أوباما الزيادة الكبيرة في إنتاج الطاقة في النفط والغاز الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا في إنتاج الطاقة يعني تتفوق على الجميع تتفوق على السعودية وعلى روسيا بمراحل لكن هذه كلها هذا الحصيل الإيجابية انتهت نتيجة كورونا والآن نشاهد يعني هناك 18 مليون عاطل عن العمل وطبعا الكثير يلقي باللوم على ترامب على ترامب ولكن الكثير مما يعني ذكرته دكتور على الصعيد الاقتصادي لم يرق للأوروبيين تحديدا سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية تجاه أوروبا وتواجه هنا الدكتور عارف حجاجي يعني إذا ما افترضنا أن بايدن قد يفوز وفقا للمؤشرات ويصل البيت الأبيض ماذا يمكن أن يفعله هنا بشكل مختلف في علاقة الولايات المتحدة مع أوروبا تحديدا وبشكل عام على صعيد السياسة الخارجية فاعتقادي أنه سوف يكون تغيير لن يكون جوهريا ولكن في الأسلوب كون ترامب رفع شعار أمريكا أولا فاعتقادي في حد ذاته هذا الشعار ليس خاطئا إن كل حكومة في أي دولة يجب أن تكون معنية بالحفاظ على مصالحها الوطنية في الدرجة الأولى ولكن مشكلة ترامب وهذا ما يجب على بايدن أن يغيره مشكلة ترامب أنه قال بما معناه أمريكا أولا وليذهب الجميع إلى الجحيم إن هذه السياسة غير مقبولة على المستوى الدبلوماسي والدولي وبالتالي فأنا أعتقد بأنه سوف يعمد إلى تحسين الأوضاع مع الحلفاء أولا الأوروبيين في داخل الاتحاد الأوروبي في داخل حزب الأطلسي الناتو ولكنه سوف يكون متمسكا بحق الولايات المتحدة كدولة ذات سيادة بأن تحافظ على مصالحها بدرجة أولى ولكن كما قلت بأسلوب آخر بمعنى أنه سوف يكون مصرا تجاه الألمان والأوروبيين وغيرهم من أعضاء حلف الأطلسي بأن تكون المساهمة المالية فيما يتعلق بالمشاركة بهذا التحالف أن تكون عادلة ونزيهة وهي ليست على مهي ولكنه سوف يكون أفضل كثيرا ومتوازنا أكثر من ترامب فيما يتعلق بموضوع حماية المناخ حماية البيئة فيما يتعلق بملف إيران إنه سوف يعمل مؤكدا في حالة فوزه إلى العمل على إجراء تصحيحات جذرية وأكد مرة أخرى فيما يتعلق باتفاقية باريس التي تم إلغاؤها من قبل أو تم انسحاب ألماني منها رسميا اليوم في اعتقادي سوف يكون جدل جديد حولها وأيضا فيما يتعلق بالاتفاق النهوي مع إيران وفيما يتعلق بالعلاقة مع الدول الحليفة أو الدول الأوروبية خاصة نحن نعتقد بأن أنا لست من المدافعين عن حزب الناتو ولكن في اعتقادي لو فاز ترامب للمرة الثانية لكان من ضمن أجندته الانسحاب أيضا من هذا الحزب وهذا كان من شأنه أن يعكس سلبا على الدول البلطيق وعلى عدد كبير من الدول الأوروبية هذه الأجلة سوف تصبح لاغية المفعول من قبل بايدن طيب يعني نريد أن نلقي بعض الضوء على بايدن الذين يتحدث عنه ويبدو أن فرصه فعلا تزداد قبل الانتخابات وما بعدها كان واضحا أن بايدن يسعى جاهدا لأن يكون بمثابة القطب المعاكس لترامب ورافع عن شعار المصالح الداخلية بدلا من الانقسام الشديد وتضميد الجراح بدلا من فتح الجروح نشاهد هذا التقرير جو بايدن كان أصغر مرشح يتم انتخابه على الإطلاق في مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2009 عينه باراك أوباما نائب للرئيس بايدن رجل لديه خبرة سياسية تمتد لعقود وكمرشح الرئاسي يقدم نفسه كبديل لدونالد ترامب نختار الأمل بدل الخوف الوحدة بدل الإنقسام العلم بدل الخيال والحقيقة بدل الأكاذيب سأكون رئيسا يقف إلى جانب حلفائه ويظهر ذلك جليا لخصومنا لقد ولت أيام التودد إلى الطغاط بحلول نهاية العام قد يموت أكثر من 200 ألف شخص بسبب كوفيد يجب أن يتوقف ذلك أترك السياسة الحزبية جانبا لننهي السياسة الحزبية ونتبع العلم وظيفة الرئيس هي أن يشفي هل هي وظيفة الرئيس فعلا أن يشفي دكتور نادح؟ في الوقت الحاضر نعم يعني الآن هناك مشاكل كبيرة يعني بعيدا عن موضوع كورونا أيضا يحتاج إلى شفاء ولكن المشاكل الكبيرة تحتاج إلى رئيس جديد يعني يقوم بنهج جديد لإدارة هذه المشاكل ولكن إذا افترضنا أن أزمة كورونا سيتم احتوائها خلال بضعة أشهر بعد ظهور اللقاح وتنتهي الأزمة هل ستمكن فعلا جو بايدن وإدارة ديمقراطية بسياساتها المعروفة اقتصاديا من موصلة هذا الانتعاش الاقتصادي الذي كان في عهد ترامب؟ أم تتوقع أن يحدث هنا نوع من التراجع؟ يعني حتى الآن لم يصدر عن بايدن ما يشير إلى أنه تغيير كبير في السياسة الاقتصادية ولا أتوقع أن يحدث يعني هناك بعض المجالات التي سيكون هناك تغيير يعني أنا أتفق مع قاله الزميل دكتور عارف بأنه النبرة سوف تتغير في كثير من الملفات ولكن مثلا سيكون هناك عودة إلى اتفاقية باريس للمناخ ستكون هناك مقاربة جديدة لموضوع العلاقة بين ضفية الأطلس وهذا ما يعول عليه الأوروبيون ولكن هناك مطاليب محددة للولايات المتحدة سيستمر بايدن أيضا في التمسك بها ولكن كما قلنا سيكون هناك فرق كبير في إدارة الأزمات بين بايدن وبين ترامب طيب هذا الانقسام الذي نتحدث عنه هو موجود أصلا في المجتمع الأمريكي ولكنه تم تكريسه بشكل كبير في عادي ترامب هل سيستطيع بايدن فعلا تجاوذ هذا الانقسام أنه سيعاني خلال فترة رئيسته من تبعات هذا الانقسام مهمة صعبة ومهمة مستحيلة شبه مستحيلة وهذا ما سنراه أيضا حينما نرى النتائج بشكل فعلي ونرى من صوت من الأقليات مثلا هل صوتوا لترامب أو صوتوا لبايدن لأن هناك أيضا جدل كبير أحاول موضوع الأقليات من السود أو اللاتينو أو حتى العرب بما أننا عرب ويهمنا أيضا هناك زيادة في عدد أصوات السود لترامب بالمناسبة مثلا فمن المهم جدا أن ننظر إلى هذه الأرقام ونحللها ونرى لماذا توجه المجتمع الأمريكي لهذا المرشح أو ذات حينما فاز ترامب على هلاري في عام 2016 كانت هذه مفاجأة للعالم بأسره لم يكن أحد يتوقع والآن حين تقترب هذه الأصوات بهذه الطريقة نسب التصويت بين ترامب وبايدن هذه أيضا مفاجأة للعالم لأنه لم يكن يتوقع أن تلعب معه لعبة الحظ مرة أخرى يعني في عام 2016 توجه إليه الناخب الأمريكي لأنه تعب من المؤسسة الأمريكية من الاستابلشمنت من المؤسسات أراد شخصية خارج المؤسسات جربها أربع سنين صعبة مرت على الولايات المتحدة الأمريكية وربما على الهالم أيضا فمن المدهش أن يستمر الناخب الأمريكي باختيار هذه الشخصية الجدلية في الداخل أو في الخارج وهنا أريد ربما أن أتحدث عن أمر صغير وهو صورة ترامب في الداخل الأمريكي ربما نحن في الخارج لدينا صورة مغايرة عن صورة ترامب في الداخل الأمريكي الإعلام العالمي والأوروبي والعربي ربما يعطينا صورة ليست بالكاملة عن ما يحدث في الداخل الأمريكي بمعنى أن المواطنين الأمريكيين في الأرياف في القرى يعني لا يتفرجون على القنوات التي نحن نتفرج عليها مثلا أو يقرؤون الصحف العالمية التي نقرأها والإعلام الأمريكي يصور ترامب بطريقة ربما مغيرة وهذا ما أيضا يستحق المتابعة والمشاهدة لمعرفة مزاج الناخب الأمريكي والأسباب التي جعلته أن يصوت للترامب بهذه الكثافة وحتى ولو لم يفز ترامب يعني لم يتبقى لدينا كثير من الوقت سؤال سريع للدكتور عارف نحن نتحدث أن المؤشرات ربما في صالح بايدن ولكن ماذا لو فاز ترامب بفترة ثانية؟ هناك تصريحات هنا لمسؤولين ألمان مخاوف كبيرة من أن سياسته أو كل الأزمات التي شهدناها في فترة الأولى ستتضاعف في الفترة الثانية ما توقعاتك أنت؟ دعني أقول بكل صراحة نأمل أن لا يفوز ترامب لأن هذا سوف يؤدي إلى تصعيد مجدد في العلاقات السياسية الخارجية وسوف يزيد من تصعيد الشرخ القائد داخل الولايات المتحدة وهو يرتبط ليس فقط بالأقليات العرقية وإنما بالنظر الأمور الاقتصادية الأمور الاجتماعية التأمين الصحي لذلك أعتقد أنه سوف يكون أمرا خطيرا جدا وله تبعات سلبية للغاية فيما لو فاز أعتقد أنه سوف يعمد في هذه الحالة سوف يجد نفسه في وضع يحق له أن يقوم باتخاذ إجراءات جذرية فيما يتعلق بالعلاقات ليس فقط الثنائية وإنما المتعددة أو متعددة الأطراف مع الدول الأخرى سوف يكون لذلك إنعكاز سلبي ومن هنا اسمح لي أن أنهي كلمتي بقولي آمل لصالح الولايات المتحدة ولصالح العلاقات الدولية ولصالح فكرة التعددية في العلاقات الاقتجارية والسياسية بأن لا يفوز هذا الشخص في الانتخابات مجددا يعني رأي واضح من الدكتور عارف تتفق معه دكتور ناجح؟ يعني في تقديري المعركة لم تحسن بعد هناك فصل هام هو المعركة القضائية وحسب تقديري يعني ترامب لا تزال لديه فرص معينة أن يأتي من خلال المحكمة هل تعتقد ذلك؟ أنا لا أرجح ذلك ولكنه يعني نحن نناقش السيناريوهات المحتملة هل هذا سيناريو قائم فعلا؟ هذا السيناريو في تقديري لا يزال قائم أعتبر أن أغلبية القضاء في المحكمة يعني أنه يتعاد فرز لأنه النتائج جدا متقاربة في بعض الولايات أقل 1% يعني من نصف نقطة مئوية يعني من الممكن أنه من الممكن أنه المحكمة تقول فرز الأصوات التي جاءت بعد الانتخابات هذا غير شرعي يعني هذه الإمكانية لا يمكن استعبعها يعني كما بايدن هو صاحب الحضوظ الأفضل بشكل واضح الآن أن يحصل على يحتاج الفوز في أي ولاية لكي يستكمل 270 صوت في المجمع الانتخابي ولكن القضية لن تحسم أيضا في التصويت أمل ولو باختصار هل تتوقعين أيضا مثل هذا هكذا سيناريو أن أن يكون المحكمة العليا القول الفيصل في هذه المسألة ربما إذا أخذ يعني إذا قدم ترامب أدلة على مزاعمه وهذا ما لم يحصل بعد يعني إذا استطاع فريقه أن يقدم الأدلة ربما ولكن أستبعد ذلك يعني أتوقع أن تكون النتيجة الحاسمة لصالح بايدن كما يبدو الآن وأتمنى يعني أن ندخل في خلافات قضائية لا تنتهي ربما حتى الولاية المقبلة شكرا لك انتهى الوقت أمل شكرا لك دكتور ناجح ودكتور عارف منبون مشاهدين الكرام نشكركم على حسن المتابعة ونحن في انتظار النتائج النهائية للانتخابات الأمريكية نلقاكم في حلقة قادمة لنحل النتائج هذه الانتخابات سويا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر